إلى ذلك أكد معا للسيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن إقامة الملتقى الحكومي 2017 يعكس حرص القيادة الحكيمة على تطوير الأداء والخدمات التي يستفيد منها المواطنون مشيرا إلى أن بحث توجهات الحكومة واجراء مراجعة شاملة لتقييم أداء الوزارات والهيئات الحكومية يساهم في تعزيز المساعي نحو تحقيق الخطط والمشاريع الموضوعة لخدمة المواطنين بصورة أدق ويؤكد على أن البرامج الحكومية المدرجة لدى مختلف الجهات تحظى بمتابعة وجدية في التنفيذ وأعرب معلي عن إشادته بالنتائج المهمة التي خرج بها الملتقى الحكومي مؤكدا على الجهود الحثيثة التي تقوم بها الحكومة الموقرة لمتابعة سير العمل الحكومي وتلافي أي عقبات للتطوير والارتقاء بالأداء وأكد معالي رئيس مجلس الشورى أن هذا الملتقى يمثل بادرة تحمل أبعاد استراتيجية وطنية بما من شأنه أن ينقل أداء الجهاز الحكومي إلى حقبة جديدة من التميز وتقديم الخدمات بكل سهولة ويسر تحقيقا للرؤية الاقتصادية 2030 ونوه معلي في هذا السياق بالتعاون الوثيق المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والذي ينطلق من واقع رؤية مشتركة غايتها تحقيق نهضة الوطن وازدهاره